وقع انفجار فجر السبت في شارع غزة بالمهندسين بالجيزة استهدف عقارا يسكن به ثلاثة ضباط شرطة مصريين مما أصفر عن تهشم عدد من السيارات دون وقوع إصابات بشرية العقار المستهدف يقع على مقربة من ناد الطلب العمانيين بالقاهرة ولم تصبه أي أضرار من أي نوع هذه رسالة وجهة لأولياء الأمور والطلبة المتواجدين حاليا في سلطنة عمان للاطمئنان لأطمنهم على صحة الطلبة والطالبات العمانيين الدارسين في القاهرة والحمد لله ان الانفجار لم ينتج منه أي أضرار بشرية وجميع العاملين في الملحقية الثقافية بخير وصحة وعافية نبعث برسالة طمئنينة بأن الطلبة العمانيين الدارسين في مصر لم يتعرض أي منهم لأي أذى أو مكروه ولله الحمد وقد باشر المسؤولين بسفارة السلطنة بالقاهرة في التواجد في الموقع منذ وقت مبكر للتأكد من سلامة الجميع وعدم وجود أي طالب في مبنى الملحقية أو بالقرب من الموقع أثناء حصول الانفجار وأوضحت مصادر أمنية أن عبوة بداية الصنع زرعت أسفل سيارة بشارع غزة كانت تستهدف الضباط الثلاثة أثناء صعودهم أو نزلهم من العقارة لما بصنا من الشباك كان فيه هنا غبار جامد قوي في المنطقة غبار جامد في كل عدة لما هذي الغبار فوجئنا بأن فيه عربية بتاعة جاري الأستاذ جلال دي اللي كان محطوط تحتها القنبلة دي قنبلة محطوطة وانفجرت القنبلة ودمرت معاها ثلاث عربيات يعني ثلاث عربيات دمر وتدمير كامل الحمد لله هو الساعة واحدة للربع ما كانش فيه حد موجود هارز الحمد لله مع أن المنطقة يعني هنا في التوقيت ده بيبقى فيه ناس كتير في التوقيت ده موجودين بس نحمدوا الله أن النبارح ما كانش فيه حد خارس موجود ومنهم ولادي اللي كانوا دايما بيقف في المنطقة دي حصل حوالي الساعة واحدة انفجار رهيب يعني فخرجنا لقيت العربية متفجارة يعني واضحا الاستاذاف فيها مش الصفارة بحد ذاتها لأنه لو كان حصل في الصفارة كان ممكن يترمي داخل المدخل بتاعها وما يضربش قدام ملعب كرة القادم إنما الاستاذاف لعناصر شرطة موجودة أنهوت يعني جريان طول أمرهم محترمين يعني وناس جيدة وكانوا لسه واحد منهم كان متحرك قبل الانفجار على معلمتي يعني من المنطقة بحوالي نصف ساعة وقد فرضت الشرطة سياجا أمنيا حول منطقة الحادث وبدأت النيابة تحقيقاتها للكشف عن ملابساته هذا وقد أكدت الصفارة العمانية بالقاهرة ثقتها في قدرة الشرطة المصرية على التحقق في الأمر وبحسب مدير أمن الجيزة فإن الحادث لم يكن يستهدف المصالح العمانية مؤكدا أن أبناء السلطنة في القاهرة يتمتعون برعاية خاصة مبعثها العلاقات الأخوية المتينة بين الشعبين الشقيقين المصري والعمانية من القاهرة سحر صبري تلفزيون سلطنة عمان